بعد أزمة خانقة بسبب الجائحة، غيبت السياحة لعمين عن المغرب. عادت الجلبة والازدحام إلى ساحة جامع الفناء السياحية وأزقت المدينة الحمراء العتيقة في وسط مراكش، ما يعد مؤشرا لبدء تعافي القطاع السياحي في البلاد. وبعد بضعة أسابيع على استئناف الرحلات الجوية الدولية مطلع شباط فبراير استعادت أرصفة مقاهي مراكش حيويتها كما متاجر الملابس التقليدية والحلي والتذكارات. وخلال الفصل الأول من هذا العام ارتفعت مداخيل القطاع السياحي بقرابة 80% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. الحمد لله تحلول المطارات وذلك شيء بدأت الحركة الحمد لله تنتعيش وبدأ الناس الحمد لله تترزق الله اللي قال على ذلك الحمد لله لما قاعد الدرجة لي مارسون ديزان الحمد لله بدأت يقصروا شيء شوية الحمد لله كل شيء حد تقريبا كل محلة نتلقى واحدة استادية لائلة عيشة المساكن دبا الحمد لله بدأت الأمر بدأت تتصدار شيء شوية بعدها وفي حين استقبلت المملكة 13 مليون سائح عام 2019 لم يتعد مجموع السياحة الذين توفدوا إليها العام الماضي ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف شخص علما أن القطاع مثل سبعة بالمئة من النتج الداخلي للمغرب في 2019 ولتخفيف أثار الأزمة خاصة الحكومة دعما بملياري درهم أي قرابة 200 مليون دولار عبارة عن إعانات شهرية للعاملين في القطاع لكنه لم يشمل سوى النظاميين منهم وخاصصت الحكومة المغربية أيضا دعما بملياري درهم لأصحاب الفنادق